السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بأتكلم معكم عن موضوع الدرس اللي مساحته عمس طبعا جاني كثير نقد عليه هو سبب مسيحي له انه هو اكتشفت ان كثير من الناس وتذكرت ان كثير من الناس اللي هي حفالة على المصممين بيستخدموا الدرس هذا بيطبقوه على أشياء ما هي لهم أصلا يعني ما هي بحقوقهم ويصربونها انا مادل كيف سويت الدرس عشان حقوق انا كان مختلف اني اصوي عشان شي اخر ببينة في اخر الدرس هذا او اخر الفيديو هذا طبعا اشكروا الناس اللي انتقدوا انه قبلنا وقالوا اللي يريد تمسح الدرس ويعني ادعي لهذا الناس اللي سبوا ومادل ليش يعني هي ما فيها مشكلة كبيرة يعني خلاص ليش تسب يعني ليش تخسر حسنات تخسرها تغف سيئات عن فاضي ليش يعني ما علينا المهم هذا هو الدرس الحمدلله من خلاص خلاته خاص ما احد يشوف الان المهم ليش انا سويت الدرس او ليش سويت الفيديو هذا او ايش الفايدة الفايدة يعني لاحظ في احدى الاغلف اللي سويتها احدى المجلات اللي سويت اغلفها كنت محتاجها الاداء جدا زمانية المهم لاحظ في المجلة طبعا لا يفرني فيها لاحظ الصورة هذي خلينا نصغرها اكيد او كلكم بلاحظ الخنزير اكيد اول شي بتهروا لاحظ البيدي اف هذا لاحظ 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 كيف وين الخنزير لاحظ كل هذا من السبب لداله لاحظ المهم فاشل الخنزير طبعا ان هو مناسب حيوان حيوان نجس حيوان نجس يعني كمشلمين نكره الحيوان هو يعتبر من فواسط فحبيت بس اني اعطيكم فاني اعطيكم فائدة الاداة ويقوم عن فتشوب برنامج حر يعني بس خلاص خلينا من فتشوب الآن بتكلم عن القناة وعن انتقبل القناة بإذن الله قناة استمر ودروس فيها لكن احتاز منكم دعم في نشر القناة ما احتاز الان ما اقول لها تلايك وسبسكرايب كثير وانا اقدر اشتري اسراكات يعني بس انا يهمني كثرة عدد المستفيدين وايضا تفاعلهم بحيث اني اعرف مدى اللي انا وانا وصلت له من فائدين او من فادة الناس اني انا تقريبا انتقال الف مشترك لو كل واحد نشر القناة في صفحته ومثلا وجاء منها خمس المشتركين فهذا يعني خلال شهر ممكن اوصل الى خمس راح مشترك هنا هنا اكون انتهيت من كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرطيكم الله اشتركوا في القناة